شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بهدف تقديم مئة منحة دراسية كاملة بفروح الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريج الثانوية العامة للمتفوقين من أبناء محافظة الصعيد يأتي توقيع البروتوكول تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار مبادرة مئة حلم للمستقبل التعليم بالعاصمة الإدارية هذا وقد ثمن رئيس الوزراء المبادرة التي تدعم دور الدولة تجاه الصعيد حيث تتيح لأبنائه فرصا تعليمية متطورة بجامعات ذات سمعة عالمية متميزة أقامت فروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة معتبرا أن ذلك يعزز اهتمام الدولة برعاية الطلاب المتفوقين والارتقاء بقدراتهم من أجل استثماري في مستقبل هذا الوطن